بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم في مقرر المحاسبة المتوسطة الجزء الأول سنتابع موضوعنا في الدرس الأول وبالتحديد في خصم المشتريات فما هو خصم المشتريات؟ هناك ثلاثة أنواع من الخصومات للمشتريات أولى هذه الأنواع الخصم التجاري وثانيها الخصم الكمي والثالث الخصم النقدي فما هو الخصم التجاري؟ الخصم التجاري يحصل عليه المشتري من البائع نتيجة عملية التفاوض على سعر السلعة كأن تكون مسعرة السلعة بمئة ريال ويتم شراءها بثمانين ريال حيث أن الخصم التجاري هو عشرين ريال ولا يسجل هذا الخصم في الدفاتر أي العشرين ريال لا تظهر في الدفاتر هذا الخصم التجاري أما الخصم الكمي يظهر هذا النوع من الخصم عند رغبة المشتري بشراء كمية من البضاعة يطلب من البائع منحه خصما مقابل هذه الكمية الكبيرة التي اشتراها مثال أحد المشتريين يرغب بشراء ألف جهاز ويفاوض البائع لتخفيض سعر الجهاز من خمسة آلاف وأربعمية ريال إلى خمسة آلاف ريال أي بمعنى خصم أربعمية ريال في كل جهاز مقابل شرائه هذه الكمية الكبيرة فإذا وافق البائع على هذا الخصم فيعتبر خصم كمية وأيضا لا يظهر هذا الخصم في السجلات المحاسبية إذن الآن الخصم التجاري والخصم الكمي لا يظهران في الدفاتر إذن ما هو الخصم الذي يظهر في الدفاتر؟ الخصم النقدي هو الذي يظهر في الدفاتر ومعنى الخصم النقدي الخصم الذي يمنحه البائع للمشتري بعد البيع من أجل إيش؟ من أجل تشجيعه على السداد المبكر يتبين أن هذا الخصم للمبيعات الآجلة والاستفادة من الخصم الممنوح قبل حلول تاريخ الاستحقاق يتم إثبات مبلغ الخصم في حالة الاستفادة منه إذن هذا الخصم الذي يظهر في الدفاتر في حساب ما يسمى الخصم المكتسب أي اكتسبه المشتري ويكون دائنا بقيمة الخصم مثال في 12 اشترت مؤسسة الفلاح 10 طابعات للحاسب الآلي بقيمة 11500 ريال من شركة الأفق بخصم تجاري 10% وبخصم نقدي مقداره 2% إذن عندي خصمين خصم تجاري 10% وخصم نقدي 2% 2% مشروطة إذا تم السداد خلال 20 يوم أو سداد كامل المبلغ بعد 45 يوم إذن مقدار الخصم التجاري 10% 11500 مضروطة في 10% إذن مقدار الخصم 1150 مضروطة في 11500 ريال ناقصاً مقدار الخصم التجاري 1150 رح يسدد 10350 يثبت بمقدار 10350 من حساب المشتريات إلى حساب الدائنين شركة الأفق هذا الخصم التجاري لم يظهر الخصم التجاري في القيد وإنما ظهر في عملية الحساب إذا سدد العميل قبل 20 يوم واستفاد من الخصم ف10350 قيمة المشتريات المثبت ضرب 2% قيمة الخصم النقدي فيظهر قدامي 207 قيمة الخصم إذن مطلوب أن يسدد كام 10350 ريال ناقصاً 207 اللي هو الخصم النقدي إذن مطلوب يسدد 10143 اثبت رح يكون 10350 من حساب الدائنين قفلناها إلى مذكورين كم دخل علينا من أموال دخلة 10143 40 وحتى أوازم ما بين الجانبين الدائن والمدين هناك فرق 207 رح أحطه في الخصم المكتسب واضح شنون ظهر شوف الخصم النقدي في الدفاتر تمام في حال عدم الاستفادة من الخصم والسداد بعد 45 يوم رح يسدد المبلغ كامل وهو 10350 10350 من حساب الدائنين إلى حساب الصندوق شكراً لحسن استماعكم نلتقي في الدرس القادم بعنوان مثال شامل على المشتريات المشتريات